وكم يسترح المؤمن ويسر بأن يتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي نستمد من سيرته صلى الله عليه وسلم مددا روحيا وعلميا وفكريا وعقليا وتثبيتا في واقعنا على حقنا وإيماننا وقدسنا ومقدساتنا لا تلين للمؤمن قناة مهما واجه من أخطار ندرك فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا هذه الراية نستشعر أثر أن يكون بالقرب منا كوكبة من شهداء مؤتة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووا هذه الأرض المباركة أرض الشام أرض فلسطين أرض الأردن رووها بدمائهم الزكية العطرة كيف نحافظ على هذا العهد وهذا المثاق سلمون القدس سلمون الأقصى سلمون بلاد الشام سلمون مصر سلمون إفريقيا سلمون العراق سلمون الهند والسند سلمون إسبانيا سلمون تركيا سلمون بقاعا شاسعة من العالم الإسلامي في بضع سنين هذا عهد في أعناقنا وتوفيق للعهد مع الله سبحانه وتعالى وكيف نفي بهذا عهد وكيف ننجدد الثقة بالله أولا ثم بديننا ومنهجنا ثم بقوة الإسلام والمسلمين وبمكامل القوة في نفوسهم وبالتالي لا نلتفت هنا أريد أن أشير إلى عمر آخر لا نلتفت إلى أي سبب من أسباب الهزيمة النفسية ولا إلى أي سبب من أسباب الإرجاف والتخوير وأن تستزل أو أن ينهار بهذه الأمة إلى مواقف لا يجوز أو أن تكون هذه الأمة ذليلة في مواقفها أصبح عند بعضهم إعلاميا وسياسيا مشروعا جدا بل ويتكلم بذلك بمفاخرة وقحة جدا وبوضاعة تمثل وضاعة ذلك الغساني الذي قتل رسول رسول الله صلى الله وسلم في خيانته وعملته يدافع عن الوجود الصهيوني المغتصب يبرر وجود العدو الصهيوني المغتصب يبرر العلاقة الذليلة مع العدو الصهيوني المغتصب يبرر التطبيع الذليل مع العدو الصهيوني المغتصب إذا كنا في لحظة من اللحظات في حالة ضعف أو استضعاف فهذا أبدا لا يمكن أن يسمح لنا إيمانيا أن ننهار أو أن نتخلى أو أن نبرر أو نعطي من عدونا الدنيا اليوم في صباح هذا اليوم يفجر أعداؤنا الصهاينة في بلدة يطا في الخليل بيدا لأسيرا من الأسرى المؤمنين الصادقين نحسبه خليل جبريل أو الجبارين أنه قام بعمل بطوليا في وجه أعدائنا وكلما قام مؤمن بعمل بطوليا في وجه أعدائنا يدمرون بيته أو بيت أهله ماذا كان من أهلنا إلا الثبات إلا الإصرار إلا التحدي المستمر مع تضافر جهود أهلنا في أعادة البناء مرة بعد مرة لم يقل أحد منهم في يوم الأيام إنني أستسلم لم يقل أحد فيه لأنني أضعف إنني أرضى لعدوي أن يقتصب أرضي فما بالنا نحن الذين منحنا الله مما منحنا منه من أسباب القوة نري عدونا ضعفا وذلة إذن نحن يجب أن نقف مع دروس غزوة مؤتة التي تعلمنا العزة والكرام والثبات وحسن التخطيط فإن كنت لا تستطيع أن تواجه مواجهة مباشرة في لحظة من اللحظات لكنك يمكن أن تعد الإعداد الصحيح وأن تتخذ التكتيك الصحيح في الوقت الصحيح لأن الإسلام قد أعطانا من الآفاق في هذا المجال ما أعطانا ترجمة نانسي قنقر